السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي يارب تكونوا كلكم بخير باذن الله النهاردة هنعمل القرص الطرية الفلاحي زي ما طلبتوها بالزبط لكن بحشوات مختلفة 3 حشوات مختلفة هيعجبوكم جدا جدا التسوية ممتازة كده زي ما انتم شايفين عملنا قبل كده مع بعض في القناة هنا وصفات خطيرة كلها عجبتكم وجربتوها والحمد لله نجحت معاكم من بقى حلويات لبيتزا لمعجنات وترطات حلوة جدا وطرقيتها سهلة قوي النهاردة بقى اول حشوة معينا اول حاجة دي القرص السادة وعملنا القرص اللي هي محشية بالجبنة وعملنا محشية بالعجوة تحفى لكل طلبها مني وعملنا كمان محشية بالسكر والارفة حاجة كده خطيرة بصوا بقى الجمال حاجة كده تحفى القرص هشة وحلوة والتسوية كمان كده ممتازة ممتازة طبعا انت ممكن ترقائي القرص عن كده ده على حسب ما انت حابة هنعرف كل التفاصيل النهاردة في الفيديو ياريت بقى لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي واتفعه للجرس ولو عاجبك الفيديو ياريت تعمليلي لايف انا معايا هنا كيلو من الدقيق معايا كده زرة من الملح وهحط معلقة صغيرة مليانة ونص من البيكنج باودر معايا معلقة صغيرة مليانة ونص من الخميرة الفورية هحط عليهم معلقتين كبار من السكر هحط كده شوية مية دافين دافين خلي بالكم مية تكون دافية وهقلب كده وهسيب الخميرة خمس دقايق خمس دقايق باختبارها كده على جنب كيلو الدقيق دوت هياخد معايا نص كباية من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة دلوقتي انا هستخدم لبن رايب للعجن وعليهم معلقتين كبار من الاشطا فيعني ايه يعني مش هستخدم سمنة كتير تمام كده احطيت كده نص كباية الزيت وبعد كده سبت ايه سبت معلقتين زيت في الاخر هحطوهم في الاخر دلوقتي انا هعمل بس للعجينة بصوا بقى الخطوات دي مهمة جدا لازم تعملي بس كده للعجينة بيخلي قوامل عجينة حلو وبيخلي القرصة من جوه هشة قوي 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 الحركة دي حركة البس دي تمام بصوا في الاخر هتلاحظ كده ان الدقيق بيكون عامل زي الرمل المبلول كده هحط بقى الخميرة بتاحت زي الفل وبعد كده هحط اللبن الرايب الكيلو الدقيق اخد معايا مج ونص من اللبن الرايب طبعا انا حط عليهم معلقتين كبار من القشطع عشان كده مش هستخدم ثمنة لكن لو انت مفيش قشطع اللبن الرايب يعني اللبن الرايب كده مش بخير ويعني زي ما بيقولوا تمام لازم تحط في الاخر معلقة ثمنة كبيرة تمام بصوا انا هنا حطيت معلقتين كبار من الزيت انا سايباهم تمام وهبدأ اني اعجن المعلقتين الكبار دولي في النهاية اي عجين زي عجينة الدونيتسة وعجينة السينابون معظم العجين اللي احنا بنعملها للقرس والباتيه والكروس والحاجات دي لما بتحطي حاجة كده في الاخر العجينة بتخلي ملمس العجين حلو جدا جدا ونتيجة الوصفة تطلع معاك ممتازة الشكل ناقي يطلع معاك حلو جدا بصوا كده طبعا انا عجنتها كويس جدا بصوا العجينة ملساء جدا معايا نعمة نعمة جدا تمام هسيبها دلوقتي واغط عليها واسيبها تقريبا نصف ساعة الاختمار هتعرفي ان هي نصف ساعة او ساعة امتى بصوا بيكون على حسب درجة حرارة الفق يعني المطبخ بتاعك او المكان انا تقريبا نصفتها ساعة لربع لقيتها اختمرت قلت هشتغل فيها على طول بصوا الحركة دي بحب قوي اعمل الحركة اللطيفة دي ملمس العجين طحفة طحفة هجيب كده وهبدأ اني اقسم العجين انا طبعا مش هعرف هقسم قد ايه كم قرصة لكن انا كل كرة من دي انا وزنتها تقريبا 85 جرام والقرصة كبيرة مش صغيرة مش قليلة يعني تمام بدأت كده ان اوزنهم طبعا انت مش لازم توزنيهم بس انا بحاول اوزنهم عشان كلهم يطلعوا نفس الشكل او نفس الحجم بالنسبة للعجوة العجوة معي طرية وزي الفل بحطها في نص القرصة بالشكل ده ولازم تقفلي كويس جدا طبعا ممكن تقطري كمية العجوة وممكن تقلليها ده على حسب ما انت بتحبي العجوة او الحشوات تمام كده بصوا انا لسه ما فردتهاش انا يدوبك بوزن كده بثواني طبعا انا الموضوع الوزن ده بيخدش مني وقت لان انا متعود عليه وبعد كده بحط العجوة بالشكل ده وبقفل وبعد كده بضغط طخطة واحدة وبحط القرصة في جنب ترتاح على بال ما خلص كل الكمية القرص كلها تكون ارتحت معايا فهتتفرد معايا بكل سهولة معلومة عن العجوة لما انت بتجيب العجوة حط عليها نص معلقة من السمنة البلدي ياريت يعني ومعلقة صغيرة كده من السمسم المتحمص وحاول ان انت تدعكيها كده بايدك تفروليها بايدك ولو هي جامدة قوي حطيها على النار في طاسة نمدة دقيقة او نص دقيقة ما تغيبهاش على النار عشان العجوة بتاعتك ما تنشفش معاكي تمام؟ وبلاش نحط على العجوة مية العجوة لما بتحط عليها مية بعد التسوية بعد ما القرص تستوي بتحس ان هي نشفة من جو لا احنا عاوزينها طرية فحط عليها سمنة بصوا دي طبعا تاني حشوة معانا انا حشيتها بالجبنة الجبنة دي جبنة بيضة قديمة اللي احنا كنا عملينها السنة اللي فاتت مخزنينها مع بعض السنة اللي فاتت في شهر واحد ان شاء الله النهاردة احنا في شهر 11 شهر نوفمبر كلها كمان شهرين ونبدأ اننا نعمل الجبن للتخزين للسنة اللي هتيجي بازن الله طبعا دي تلت حشوة انا معايا معلقتين كبار او تلت معالق من السكر الحبيبات الابيض عليهم معلقة صغيرة من دي السميد وببدأ كده احط نص معلقة كبيرة في كل قرصة تمام وبقوم راح ايه قفلها كويس جدا عشان لما بتدخل الفرن السكر ده بيسيح وبعمل زي العسل تمام كده فلازم تقفليها كويس عشان السكر ده ما يقعش منك او يخرج من القرصة وتبقى القرصة كده مقفلها كويس قوي بضغت ضغطة بسيطة وبسيب القرص زي ما انتم شايفين كده بنفس الشكل طيب انا دلوقتي عاوز بقى اعلم القرصة دي اعرف ان القرصة دي بالعسل او القرصة دي بالعجوة او دي بالجبن او هكذا دلوقتي القرصة دي بصوا السمسم القرصة دي بالسكر عملت ايه بحطها كده في مية حاجة بسيطة قوي من المية وبعين ايه احطها على السمسم المتحمص بتقوم راحة شاي لكل السمسم تقوم راحة القرصة كلها مليانة سمسم ممتازة بضغط عليها ضغطة بسيطة وبعد كده احطها جنب اخواتها اه عشان ترتاح انا مش بسيب القرص ترتاح فترة انا يا دوبك هخلص كمية التقطيع القرص كلها تمام طيب عملوا معايا كام قرصايا الكيلو دي عملوا معايا 23 قرصة كبيرة القرصة تقريبا 85 جرام خلاص كده طيب انا دلوقتي شلت القرص هتطهف الصواني اخدوا معايا تقريبا صانيتين دهانت الصانية حاجة بسيطة كده من الزيت وطبعا القرص معايا ارتحت معايا بتبدأ ان انت تفرديها كده وهتتفرد معاك بسهولة لان هي القرص الريدي ارتحت معاك تمام كده طبعا بصوا لو تلاحظوا ان سمك القرصة رفيع لا ده هي كمان لسه هتتضاعف يعني كان ممكن يعني افردها كمان او ارقاها كمان عن كده لو انت بتحبيها رؤيئة قليلي حجم القرصة شوي يعني ممكن تخليها 60 جرام او اي حاجة ورقائيها لان قبل كده حد قال لي انا بحب القرص دي يعني القرص دي المفروض تبقى رؤيئة لا عادي اعماليها رؤيئة تخانيها الحالتين هتبقى تحفة وهتطلع تحفة جدا ولسه كمان هنسيبها كمان نص ساعة للاختمار وهتنفخ ويعني ايه هتختمر كمان مرة بصوا حجمها تحفة ده بعد ما سبتها نص ساعة للاختمار هدخلها على درجة حرارة طبعا فرن سابق التسخين درجة حرارة 230 طبعا لو فرنك حامي قوي دخليها درجة حرارة 200 لو فرنك متوسط يعني درجة حرارة مش عالية هندخلها على درجة حرارة 230 وتلاحظوا بعد 10 دقيق بالزبط حاول تلف الصانية يعني تتابعي عشان يعني القرص تحمر من جميع الجوانب زي بعض يعني زي ما انتم ملاحظين كده القرص مش جنب وجنب لا ده كلها نفس اللون لان انا لفتها كذا مرة يعني لفت الصانية كذا مرة في جميع الانحاء الجوانب يعني عشان تحمر زي بعض بالزبط القرص طالع معي هش قعدت معي في الفرن تقريبا 25 دقيقة القرص بتتسوي على درجة حرارة عالية عشان ما تنشفش معاكي لا تطلع طرية تطلع هش كده تحفة تحفة باسم الله ما شاء الله القرص جميلة ولا قرصة تفتحت ولا العسل نزل منها ولا اللي هي العجوة طلعت منها حلوة قوي قوي بصوا هشة وحلوة ازاي تمام القرص هتطلعيها حاولي تغطيها في فوطة ما فيش عشر دقايق بالزبط تغطيها في فوطة ما تزودش عن عشر دقايق عشان ما تعملش مية معاكي في الصينية تمام دي القرص السادة تحفة خطيرة بصراحة كل الحشوات طلع معايا خطيرة تحفة كلها هشة وحلوة جدا جدا يارب الفيديو يكون عجبكم النهاردة لو عجبك الفيديو يريد تعمليلي لايك وفي الختام بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي